أعرف كمان من الحاجات المرتبطين بها في رمضان يا شوز لي هي مهنة المسحراتي أنا من الناس اللي كنت ببقى مستنياة في البلكونة عمري ما هنسى من أحلى الحاجات الفطفولتي مهنة المسحراتي اللي بنشوفه دلوقتي في بعض المناطق الشعبية وفي القرى المهنة دي موجودة في مصر من 12 قرن تقريباً اتطورت لحد ما بقيت جزء أساسي من تقوص رمضان ويمكن الأجيال الموجودة دلوقتي بيرتبط عندهم المسحراتي بصوت العبقاري سيد مكاوي وكلمات الشعر الكبير في قات حداد لما بيقول إصحى ينايم وحد الدايم إصحى ينايم وحد الرزاق خلونا نشوف المهنة دي إصحى ينايم إصحى ينايم إصحى وحد الدايم إصحى ينايم إصحى وحد الدايم وقول نويت بكرة إن حييت الشهر صايم والفجر قايم إصحى ينايم وحد الرزاق رمضان كريم هذه الكلمات البسيطة تسكن القلوب وارتبطت عند الجميع بفرحة رمضان وخصوصا الأطفال والتي أبدع في كتابتها الشاعر الكبير فؤاد حداد ولحنها وغناها الفنان الكبير سيد مكاوي تلك الكلمات التي كانت عنوانا لشهر رمضان الكريم وأصبحت تراثا إسلاميا يرتبط بشهر الصيام قصة المسحرات في مصر بدأت منذ ما يقرب من 12 قرنا مضى وتحديدا عام 853 ميلادية وكان والي مصر العباسي إسحاق بن عقبة أول من طاف شوارع القاهرة ليلا في رمضان لإيقاذ أهلها لتناول طعام الصحور وكادت مهنة المسحرات أن تندثر في بلاد المحروسة إلى أن جاء العصر المملوكي وتحديدا في عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس الذي عمل على إحيائها كتراث إسلامي ولتحقيق ذلك قام بتعيين صغار علماء الدين للدق على أبواب البيوت لإيقاذ أهلها للصحور ومع تطور التكنولوجي وظهور التلفزيون والراديو اندثرت مهنة المسحرات وفي محاولة لجذب الانتباه إليه قام المسحرات بتدوين أسماء كل من يرغب في النداء عليه لإيقاذه ومع مرور الوقت بدأت مهنة المسحرات تطرق أبواب الفنانين والشعراء أمثال بيرام التونسي وفؤاد حداد والفنان الراحل سيد ميكاوي والذين تولوا مهمة نقل تلك الوظيفة إلى شاشة التلفزيون ومايكروفون الإذاعة ليستخدموا أحدث التقنيات لإيقاذ الناس للصحور وأنا صنعت مسحراتي في البلد جوال كماهنة اتطورت عبر الوصور وزي ما شفنا وتابعنا من خلال هذا التقرير بعد دخول التلفزيون واختراع التلفزيون اندصرت شوية لكن وعيدت مرة أخرى بطريقة جديدة وطريقة مبتكرة مؤخراً زي ما كان بس أنت بتتكلم في البداية بدأوا ينادوا على أسماء الناس عشان يصحوهم منهم بعدما كانت هنا ما إذا أقولك دي من الحاجات الحلوة قوي اللي بتبقى في ذاكرة الأطفال عشان كده فعلاً شغلانا مهمة جداً مهنة مهمة جداً صحيح لكن كان في فيديو كده منتشر على الفيسبوك أكيد حضراتكم شفتوه يعني ما بقتش مهنة مسحراتي لأ كان حد تقريباً أعمل فرح في الشارع الفجر وجايد مش الرئي الصغير ده لأ أعمل فرح 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 يعني شد رجاضي برده هو يدوب الرئي كده أنا بحسها هي عشان نحافظ على التقوز بتاعتنا بتاعت زمان